الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراجي في العاصمة الأوكرانية كييف لتأكيد تعم أوروبا أوكرانيا في وقت أعلنت واشنطن مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار الرئيس ماكران عقب وصوله كييف أكد أن الزيارة هي رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس فلوديمير زيلنسكي في وقت يتوقع فيه صعوبة الأيام المقبلة هذه رسالة وحدة أوروبية موجهة للشعب الأوكراني لتضامن معه للحديث عن الحاضر والمستقبل لأن الأسابيع القادمة ستكون صعبة للغاية ويلتقي الثلاثيو الرئيس فلوديمير زيلنسكي في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها وضع المرشح الرسمي للأنضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير وقبلها أرسل ماكرون الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا إشارات إلى كييف أمس عبر زيارة لأحدى قواعد حلف شمال الأطلسي في رومانيا القادة الثلاث سيناقشون أيضا مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الدعم العسكرية وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويتوقع أن يكرر زيلنسكي طلبه مدى كييف بشحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة لمواصلة الصمود ومواجهة روسيا